بعد أن اشتكى لمديرية الشؤون الدينية من تعرضه للظلم العصور على الإمام ميزيان مقتول بطريقة دراماتيكية إليكم تفاصيل الخبر ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة تم العصور على الإمام المدرس المسجد علي بن أبي طالب ولاية برج أبو عريرج جلال ميزيان داخل المسجد قبل صلاة الفجر وكان جلال ميزيان قد رهصل مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بو عريرج يشكو من بعض الممارسات وأوضح الراحل في نص الرسالة إنه يعاني من ضغوطات من الجماعية الدينية واستحوازها على مفاتيح المسجد والتدخل في تسيير شؤون المسجد مشهيرا إلى أن اللجنة ذاتها تخلت عنه منذ سنة ونصف وتابع وأحيطكم علما إنني الموظف الوحيد في المسجد فإنني أكون بالأزان والصلاوات الخمس وبالتعليم القرآني والدروس الليلية بعد المغرب لا سيما الخطب ودروس الجمعة والصهر على إطفاء المصابيح في المسجد وغيرها من المهام الأخرى ودعم زيان مدير الشؤون الدينية إلى التدخل من وتوظيف مقيم أو مؤذن أو أستاذ تعليم قرآني وتابع حيث قاموا بمنع المتطوعين الذين يحبون أداء شعائر الله في المسجد بأن لا يقوم بأي مهمة في المسجد وهذا من أجل عدم مساعدتي وأشار الإمام الروح لأنه قضى ثلاثة سنوات في المسجد ذاته ولم يلقي آية مشكلة من طرف المصلين ورواد المؤسسة الدينية ذاتها وقال مزيان أن رئيس الجمعية في المسجد تجرأ بالإيساءة إليه وأهانه ورفع صوته عليه أمام المصلين والقصف في شخصيته وشرفه وأهان حتى مدير الشؤون الدينية الولائي على حد قوله إن لله وإن إليه راجعون ربنا يرحمه بشكركم على حسن استماعكم